نجمات كتير في الوسط الفني ربنا ما رزقهمش باطفال ومنهم اللي لسه ما تجاوزتش لحد دلوقتي رغم مرور الوقت والسنة لكن غريزة الامومة داخل اي ستة بتيجي عليها وقت وتظهر وده خلا فنانات كتير يلجأوا لفكرة التبني سوى با عندهم اطفال او ما خلفوش ونفسهم يعيشوا احساس الامومة طيب مين في الوسط الفني متبنيين اطفال وعيشين معاهم تعال احكي لك حكايات لنجمات كتير مع التبني ليلة علوي امر السينما والدراما مهما مر العمر للأسف نصبها ما كتب لها اشتخلف لكنها عواضد ده بتبني طفلة وهو ابنها خالد واللي بدأ يظهر معها مؤخرا في الاذنتات والبرامج لكن مش كل الناس عارفة ان ابنها بالتبني مش حقيقي القصة دي حصلت من زمان وكان خالد ده عمره ست شهور وهو ابن واحدة صديقة مقرب منها وبعد وفتها هي قررت تتبني وتربي وتاخد ثواب وفي نفس الوقت تعود نفسها عن شعور الأمومة لمفتقدات فضلت ليلة علوي مخبية الموضوع ده سنين طويلة وكل الناس فكراء ابنها لحد ما طلعت في 2005 وقالت انها متبنيها وانها ما خلفتش الرقصة نجوة فؤاد وهي صغيرة عائل حي اخدتها والسينما ورغم انها تجوزت كذا مرة لكن ناصبها ما خلفتش خالص لدرجة ان مرة جوازها من جوازتها كانت حامل لكن جوازها اصار انها تسقط البيبي علشان ده ما يأثرش على مشورها الفني وكمان علشان شكل جسمها ممكن يتغير بعد الحمل والولادة وفعلا اقتنعت واجهدت وفضلت سنين طويلة بتحلم تخلف لكن مش قادرة لحد ما قررت تتبنى الضفلة علشان تعوض الشعور ده نبيل عبيت كمان كانت نجمت زمنها اتجوزت كتير لكن هي اللي كانت واخد قرار بانها ما تخلفش علشان كانت خيفة على شكل جسمها يبوز من اثر الولادة والرضاعة وده علشان تفضل حلوة في عيون جمهرها فعلا كبرت وعندت وفضلت مصممة على القرار لحد ما كبرت وما بقتش خلاص ينفع تخلف وبعد سنين كتير ضاعت من عمرها وهي مش عارفة يعني ايه احساس الامومة قررت نبيل عبيت تتبنى طفلة واللي شجعها انها تاخد الخطوة دي لما شافت زملتها ليلة علوي ومديحة يوسري عملوا كده فقررت تعمل زيهم وفي سنة 2010 اتكلمت نبيل عبيت عن موضوع الخلفة ده وقالت انها ندمت جدا انها ما خلفتش زمان ولو رجع بها الزمن اللي وراء ما كانتش هتعمل كده تحية كاريوكا كمان كانت من ضمن النجمات اللي ما قدروش يخلفوه لكن لجوا للتبني تحية اتجوزت 17 مرة لكن برضو ما خلفتش خالص ولما خدت قرار التبني كان في مرحلة متأخرة من عمرها بعد ما تعرضت لمشاكل كتير في حياتها واضطردت من شاعتها وخسرت فلوسها وكمان حصل لها مشاكل صحية وحياتها اتغيرت خالص تحية كاريوكا في اخر كم سنة كانت مكراسة حياتها للأعمال الخيرية وكانت سكنة في الشقة اللي قصدها بنت صغيرة عائشة ما جدتها وتبنتها تحية كاريوكا وتكلفت بمصاريفهم ولشجع تحية ناة تتبنى الطفلة دي كان الشيخ الشعره ويا الله يرحمه وهو لنصحها وقال لها دي هتبقى مفتاحك للجنة وفعلا اعملت بنصحته وسمتها عطية الله مديحة يوسري قصتها مختلفة شوية هي كانت مخلفة ولد اسمه عمر لكنه اتعرض لحادث وتوفى وطبعا هي ما ادرتش تتحمل الصدمة وما ادرتش تعيش من غير ما تسمع كلمة ماما فقررت تتبنى طفلة اسمها هيبط الله وده من جماعية خاصة برعاية الأطفال خدتها وربتها علشان تعوضها عن ابنها اللي توفى كمان في نجمات تانين كتير فكروا في التبني منهم حورية فرغالي اللي للأسف اتعرضت لمشكلة واضطرت تعمل استقصال للرحم يعني مش هتقدر تخلف تاني نهائي وقررت ان هي تتبنى طفلة وفعلا خدت الخطوة وتكفلت بطفل صغير لكنه كان مش بيسمع حولت تتبنى بس ما عرفتش علشان ما كانتش متجاوزة وقتها فما كانش قدما غير الكفالة من غير ما تخدو معاه البيت لكن بعد فترة اتوفى الطفل ده كمان الفنانة الشابة من افضالي بشت في اجراءات تبني طفلة عمره خامس ايام بس وده في الفيوم بعد ما مامتو رفضت تخدو طرعاء لكن للأسف الطفلة توفى ومنها بيتخلص الاجراءات وما لحقتش تتبنى لكن يكفي شعورها الجميل ونيتها الطيبة